حابة يبنى في الأردن كل الشعب الأردن الكريم الله يمسيكوا بالخير كثير ناس كثير ناس بيبعتولي على الصفحة رسائل أنا ميكانيكي حابة أجي قطر أنا مدرس حابة أجي قطر أنا دكتور جامعة حابة أجي قطر وكلهم بتكلموا بنفس الصيغة صحة لي فيزا حرة أو صحة لي فيزا عمل أو صحة لي فيزا سياحة بشرط أنه أنزل على قطر وأنا أدب الراسة أروح ودور على الشغل يا حبيبي أنا بدي أفهمك كيف بنصبه على الناس في قطر ما في شي لا بقطر ولا بدبي ولا بالسعودية ولا بالكويت ولا بالبحرين ولا بعمان اسمه انزل ودبر رأسك الخليج كله يمكن مش اليوم من 20-30 سنة بطل يعتمد إلا الانلاين أنت دكتور فوت على مواقع المستشفيات ابعت لهم السي في تبعك أنت بعلم فوت على مواقع وزارات التعليم في كل دولة خليجية ابعت السي في تبعك لما يحتاجوا ناس بيبعتوا لك إيميل بيبعتوا لك مسيج بيحكوا معك تلفون بيقولوا لك اليوم الفلاني بالفندق الفلاني في عمان في مقابلات أو بيقول لك اليوم الفلاني الساعة الفلانية في مقابلات أونلاين جهز حالك لما تقابل وتنقبل ويبعتوا لك التذاكر وعقد العمل وكل شي تمام بتسافر وبتشتغل ما في إشي بالخليج كله اسمه انزل على البلد الفلانية ودور وكل ما تدخل على شركة أو مؤسسة أو فندق أو مستشفى عبي طلب وإذا إلك نصيبة بتشتغل ما رح تشتغل بهذه الطريقة كيف بنصبه على الناس أنا بقول لك بيجي واحد نصاب حرامي صار له سنين في قطر على سبيل المثال بروح الحكومة القطرية بقولهم أنا بدي أعمل شركة راس مالها كذا بتشتغل في كذا تخصصها كذا بيدفع ألف ألفين ثلاث تلاف دينار بعطوا ترخيص أنه يفتح شركة الشركة وين بده يكون موقعها بالمكان الفلاني أكم واحد بدك تشغل مثلا ثلاثين واحد من وين بدك تجيبهم من الأردن من تونس من مصر من أي مكان بعطوا عشرين فيزا أو ثلاثين فيزا زي ما طلب وبقولوله يا بتنزل على الأردن أو مصر شخص بتقابلهم يا بتقابلهم أونلاين وهي كل فيزا اكتب على كل فيزا الاسم اللي بتحبه شو بيعمل بيبعد خمس أو ست فيز لواحد صاحبه في عمان أو في مصر أو في تونس أو في بيروت أو في أي مكان وبقول له أنصب على عالم بهالخمس فيز هذاك الزالم الصاحبه شو بيعمل أو ممكن هو نفسه ينزل على بلده الأصلية ويعمل هذا الفيلم بحط أهلان بدك تشتغل في قطر أو في الخليج أو في دبي أو في أي مكان رن عليه بترن عليه بقول لك الفيزا بألف وخمسمائة دينار أو ألف وسبعمائة دينار أو ألفين وخمسمائة دينار طبعا هي مش مكلفته مية وستين دينار على كل رح أقول لك الفيزا بألفين وخمسمائة أعطينا ألف وخمسمائة هسه ولما أقول لك هاي التذكرة طيارتك بكرة تعطيني الألف اللي بضل تعطيه الألف وخمسمائة وهذا وجه الضيف بعديها ما رح تشوفه بتروح المكتب ما بتلاقيه بتروح البيت ما بتلاقيه بترنع تلفونه مغلق لو شكيت عليه ولو جابته المحكمة ولو نحكم لصالحك وكل شي تمام رح أقول للقاضي يا سيدة هاي الفيزا وهي أنا أنا قلت له أعطينا ألف وخمسمائة اليوم وألف قبل السفر هيني قدامك بقول له هات ألف وتأخذ الفيزا مين بتروح المحكمة بجيبته ألف دينار فهمني وقتها القاضي رح أقول لك there is no case ما في قضية أصلا عشان تشتكي ما في حدا وقع على الضرر ثاني يوم رح تروح له على المكتب ومعك ألف دينار برضو ما رح تلاقيه وهكذا لو لو طلع ابن حرام مش مصفة يعني ها لسه فيه شوية ضمير رح أقول لك هالفيزا ونزل على الضوحة ودبرها لك انت رح تبيع السيارة رح تبيع الدار رح تبيع ذهبات المرة وتنزل على الضوحة وراح تظل تلف 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 والكل رح يقول لك احنا ما بنعين حدا بهاي الطريقة بتقعد في بلدك بنيجيك لحد عندك من قابلك بنعطيك التذاكر والعقد بعدها بتيجي حتى لو لقيت شغل في الضوحة بالطريقة هاي رح أقول لك ارجع لبلدك بعد شهر أو شهرين بعد بعت لك التذاكر وبتيجي وبعديها بتلاقي لمسخم منزل على جروب الأردنيين في قطر على فيسبوك أنا جيت من بلدي وصرفت مصرية بعد ذهبات أمي وهس نايم على شط البحر ومكسور علي أجر دار شهرين ومشان الله لمولي حق التذكرة لما تنصح الناس بقول لك أنت بدكش الناس ترزق أنت طلعت وتوفقت وما بدك الناس تتوفق يا سيدي تعالوا وتبهدلوا وناموا بالشوارع أنا بالنهاية لا بينك إشي ولا فارقة معي إذا صرت ملياردير ولا صرت شحاد النصيحة لله حبيت تخذها أهلا وسهلا ما حبيت انتحر فلا تخلوا حدا ينصب عليكم ولا تفضحونا قدام الناس كل واحد ببيع بيته وسيارته بيجي وفي الأخير بتنكس وبرجع ما صخر أكثر من مكان